زار سفراء كل من اليونان وهنغاريا والمدير التنفيذي للمنحة المجرية مدرسة بطرياركية الروم الأرثوذكس في الكارك وكان في استقبال الوفدي سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس والإرشمندريت سابا حوراني الرئيس الروحي في محافظة الكارك وعدد من الأباء الكهنة والسيدة لينمدنات المدير العامة للمدارس وجمع من وجهاء وكبار المسؤولين في محافظة الكارك والسيد طعم جبارة مدير المنحة في الأردن تخلل الزيارة كلمة لسيادته ثمن خلالها جهود الجهات الداعمة لمشروع الطاقة المستدامة والألواح الشمسية والمصادر التعليمية في المدرسة وأكد سيادته على أهمية هذه المشاريع التي تخدم أبناء المنطقة وتعزز الوجود المسيحي فيها وبعد إلقاء الكلمات أزاح الوفد استطارة عن المشروع وجالوا في المدرسة للإطلاع على مرافقها